هس بنا نبليش نتعرف على الكتالوج تبع المضخات طبعا اول اشي المضخات ما بتنقاس بالحصان وعمرها ما نقاست بالحصان يعني ما تقول مدي مضخة نص حصان او ثلاثة ارباع حصان او حصان المضخة بتتكون من شغلتين اللي هو اول شغلة اشي اسمه معدل التضفق الثاني شغلة اللي هو الضغط بطريقة هاي احنا بنقدر نفصل المضخات وبنختار هاي المضخات بناء على احتياجاتنا فمثلا خلينا نشوف هذا الجدول بالنسبة للمضخات طبعا بكون لما تتعامل مع شركة مختصة بالمضخات بعطوك كتالوجات بعطوك جداول بعطوك مددلات وهم بيختاروا المضخة المناسبة بحسب الشغل اللي انت بدك تشتغله فمثلا اذا في عندك بناية بدك انت مثلا تترك بالها مضخات بتروح على الشركة هاي تعطيهم خرايط هاي البناية وبتقول للشركة هاي عند هاي البناية بدك ازودها مي بتيجي بتقولهم اكمن تنك مي بدك تحطها السطح اكمن شقة فيها وتعطيهم الخرايط وهم بناء على هذا الحكي بقوم بقولوا لك بعملوا اختيار للمضخة بقول لك هاي المضخة هي اللي بتناسب البناية هاي المضخة بمناسبة مثلا انها تضخ مي من بين الخزانات والشقق وهاي ما بعطوك برضو مضخة ثانية تقول لك هاي مناسبة انك تضخ مي من البير لحد ما توصل المي للخزانات اللي على السطح فاذا تروح على شركة مضخات محترمة وهم بقوموا باختروا لك المضخات المناسبة وهم مسؤولين عن هذا الحكي اللي هم باختروا بحيث في المستقبل لو اي صار اي مشاكل هذه الشركة هي اللي بتتحمل نتيجة اختيارها وسوء اختيارها بالنسبة للمضخات فاذا اول اشي عندنا هون مثلا هاي الشركة اجت اعطت جدول للمضخات المناسبة لمشروع معين فاول اشي بتلاحظوا هون بالنسبة للجدول فاول اشي اللي هو في عندك هون مثلا اللي هو الرفرنس اللي هو يعني شو المضخة هاي مضخة رقم 1 2 3 او ABCDF بعدين بيجيب لك تايب يعني هاي مضخة شو بعدين هون بيقول لك اللي هو التضفق التضفق بيكون طبعا يا بيكون باللتر بالدقيقة او بالمتر مكعب بالساعة فزي هذي بيقول لك متر مكعب بالساعة HR يعني hour يعني ساعة يعني متر هاي مثل مضخة 7 متر مكعب بالساعة بعدين تيجي الهد الهد يعني هو الضغط المي اكمن متر هاي المضخة بتضغط الهو الهد فهاي المضخة بتضغط قداش 30 متر طبعا الهد هي بيجيك بالبار او بيجيك بالمتر فمثلا هذا الجدول بيعطيك انه هذا الهد همه بالنسبة لهم عبارة عن 30 متر يعني بالنسبة للبار ايضا تحولها لبار كل 10 متر يساوي 1 بار فاذا معناته 30 متر تقسمها على 10 بيعطيك ثلاثة بار بعدين هون بيجي بعدها اللي هو الارت نمبر طبعا هذا عبارة عن رقم متسلسل خاص بالشركة نفسها بالنسبة للمضخات بعدين بيجي هون بيقول لك الثالث اشي هاي لما تشوف كلمة qty معناها quantity يعني العدد يعني هون بيقول لك هاي عدد واحد واثنين وثلاث واحد واحد واثنين واحد واشياء زي هيك بعدين هون بيجي بعطيك اللي هو الموديل يعني شو موديل هاي المضخة طبعا كل مضخة بيكون لها موديل خاص فاذا هاي الموديل المضخة الأولى هاي الموديل المضخة الثانية طبعا هذى الارقام هاي والكلمات والأحرف لها معنى ما نحطط بشكل اعتباطي وإلها معنى ومعناها كثير كثير مهم وكل شركة بيكون لها كلماتها الخاصة ومعانيها الخاصة بعدين كمان شوي منتعرف عليها بالنسبة لهذا النوع اللي هو شو يعني الموديل لعنى ما نشوف موديل زي هيك شو معنى هاي الأرقام فإذا بالنسبة للجدول فإذا هذا المشروع أو المبنى بلزمه بوستينج بومب أول واحدة اللي هي A بلزمه بوستينج بومب بوستينج بومب يعني مضخة ضغط هاي المضخة اللي هي بتركب بين الخزنات وبين الشقق لما تشوف كلمة VR VR يعني إنه المحرك تبع المضخة هاي متعدد السرعات يعني فيه سرعة بطيئة فيه سرعة متوسطة فيه سرعة عالية لما يكون متعدد السرعات معناته بناء على تضفق المي أو احتياج المبنى بتتغير سرعة هذا المحرك شو يعني هات معناته مثلا فنفترض في عنا عمارة فيها عشر شقق فنفترض من العمارة هاي بس شقتين ساكنينهم ناس وثمن شقق بعد هن مش مسكونات فمثلا هذور الشقتين بحتاجوا كمية مي أقل منه يكون في عندي عشر شقق كلهن موجود فيهن عيال وناس والمضخة بتشتغل بناء على هذا الأساس فلما مثلا يكون بس شقتين معناته المضخة رح تشتغل على سرعة واطية مشان تعطيك تدفق واطي إذا كان مثلا نص الشقق مأهولة بالسكان معناته المضخة هتشتغل نص السرعة يعني سرعة وسط إذا كانوا كل الشقق مأهولة بالسكان العشرة معناته هاي المضخة رح تشتغل بأقصى سرعة فإذا VR يعني متغير سرعة متغيرة بعدين بيجي هون اللي هو التدفق بتلاحظ ما فيش اشي اسم حصان في اشي اسم متدفق فهاي المضخة بالضخ بالساعة سبعة متر مكعب بالساعة يعني سبعة كوب بالساعة البثام الشقق يعني متر مكعب نحكي المتر الواحد متر مكعب يعني واحد كوب يعني الخزان اللي عندك بكون بالعادي خزانات البلاستيك بكون واحد ونص متر مكعب يعني كوب ونص الخزان اللونه أسود أو اللونه أبيض البلاستيك فإذا سبعة متر مكعب يعني هاي المضخط بالضخ 7 متر مكعب بالساعة الهد هو الضغط اللي هي 30 متر يعني 3 بار دائما بالعادي مضخط البوستر مضخط الضغط لما تضخ مي من الخزانات للشقق دائما بالعادي بيكون ضغطها 3 بار أكثر من 3 بار ما بتضغط لأنه إذا صار الضغط أعلى من 3 بار معناته صار في عندك لي الحنفيات تبع المطبخ الشطاف الحنفيات المغاسل كلياتها من الضغط العالي بتبلش تخرب إذا كان ضغطها أعلى من 3 بار يعني صار الضغط 5 بار بتبلش الشطافة تخرب كل شوي راس الدش يخرب كل إشي يخرب عندك جوا البيت فدائما مضخط البوستر بالعادي بتكون عبارة عن 3 بار طبعا بالنسبة للكميات هنا كاتب لك اللي هي الكمية واحد بس هنا الكمية واحد بالنسبة لهم هاي عبارة عن مضختين في بعض كمان شوي بنشوف أكثر بس كمية هي عبارة عن مضختين بيتبروهم كمضخة واحدة اللي هي بسموها وان ست وان ست يعني عبارة عن مجموعة واحدة فهم بدنا هاي المضخة عبارة عن مجموعة واحدة هسه نشوف المضخة البعده المضخة تدوير للمي السخنة. اذا مضخة تدوير للمي السخنة. بالعادة بدل كلمة return بنحط كلمة circulating. circulating معناها تدوير. بس هذه الشركة بدل كلمة circulating اختاروا يحطوا كلمة return يعني راجع. بس في الاصول ما يكون اسمها hot water circulating bump هيك الاصول. circulating يعني تدوير للمي السخنة. طبعا الهوة التطفق تباحها اثنين متر مكعب بالساعة. والهد الهوة الضغط تباحها خمسة وعشرين متر. خمسة وعشرين متر يعني اثنين ونص بار. زي ما قلنا كل عشرة متر يساوي واحد بار. فهالحالة في المشروع هاض بلزمهم مضختين. بالنسبة كمان مرة هون في مضخة تدوير ثانية. بس هاي بتكون vr. vr يعني متغيرة السرعة. اول واحدة مش متغيرة السرعة. الثاني vr. يعني المحرك تباحها بتغير سرعة. وفيه سرعة هابطة وسرعة عالية وسط وسرعة عالية كثير. فاذا هاي بالنسبة لل vr. واثنين متر مكعب بالساعة بالضخ. وخمستاشر متر اللي هو الهد تباحها. وبالنسبة للموديل هاي موديل المضخة هاي. طبعا هاي المضخة اللي هي بتركب بين المرايا وبين السخان الشمسي. فهاي مضخة تدوير بتدور الماي بين المرايا وبين السخان الشمسي. المضخة الاولانية اللي هي بتدور الماي بين السخان الشمسي وبين الشقق. هاضر بعدين في انظمة التسخين الشمسي والتسخين عن طريقه الكهرباء. بنحكي عنها بتفاصيل اكثر. بعدين بتيجي المضخة الثالثة. هون مسمينها لفتنج بامب يعني مضخة ترحيل او مضخة يعني نقل. بس هي لفتنج بامب تمقال لمضخة السميرزة بالبامب اللي هي مضخة المضخة الغاطصة. فبالعادة كلمة لفتنج بامب تكون بكلمة لفتنج بتعبر عن المضخة الغاطصة. لانه المضخة الغاطصة بسموها لفتنج بامب. وفي لاسم ثانية سميرزة بالبامب. بس هنا اللفتنج بامب هون مهم سمينها غلط. مفروض اسمها الترانسفير بامب. يعني مضخة مضخة ناقلة. ايهاي اللي هي المضخة اللي بتضخ المي من البير اللي بكون في الطابق الارضي في العمارة. للخزنات اللي فوق. ومعدل التضفق تبحها 6 متر مكعب بالساعة. والضغط تبحها اللي هو اربعين متر. يعني اربع بار. يعني اذا في عندي عمارة ارتفاعها ثلاثين متر. ارتفاع عمارتي ثلاثين متر. هاي المضخة بتقدر توصل المي من البير لعند الخزنات على السطح. بالعادة العشرة متر ازيادة بكون هذولا لما اداش مثلا اذا كانت مثلا خمس ثلاثين متر. في احتمالي مضخة هاي ما تجيبها. يعني ما عنده العمارة ثلاثين متر. لانه في عندي احتكاك بين المي والمواسير. هذا الاحتكاك لازم نوخذه بعين الاعتبار باختيار المضخة. فاحنا بالعادة مثلا اذا كانت العمارة مثلا ثلاثين متر. بقوم انا بختار مضخة مثلا اربعين متر. اذا كانت خمسين متر مثلا بختار مضخة يكون الضغط تبعها اللي هي ترانسفير بامب تكون خمسة وستين متر. مشان تتغلب برضو غير ارتفاع العمارة في عندي كمان اللي بتحكم بالضغط تبع المضخة اللي هو الاحتكاك بين المي وبين المواسير تبعت المضخة. ونفس الشي قلنا فيه اشي اسمه موديل نمبر. وهي الارقام لها معنا زي ما راح نشوف بعدين. فخلينا ننزل تحت ونشوف اه شو المضخات الموجودة عندنا. فاول مضخة اللي هي البوستر بامب. فاذا اول مضخة هاي فوق مكتوب بوستينج بامبز. بوستينج بامب زي ما قلنا اللي هي مضخة الضغط. وهون مكتوب فاريابل سبيد. فاريابل معناها متغير. سبيد معناته ايش? اه سرعة. يعني ذات سرعة متغيرة. زي ما قلت اللي هي بوستينج بامب اللي بتركب بين خزانات والشقق. فلنفترض العمارة عندي عشر شقق. اذا كان في عندي شققتين مأهولات بتشتغل مثلا على السرعة واطية. اذا كان عندي مثلا نص العمارة خمس شقق مأهولة مثلا بتشتغل على سرعة وسط. فلنفترض في عندي عشر شقق مأهولات هاي المضخة راح تشتغل على اعلى سرعة اللي هي السرعة العالية كثير بناء على استخدام المي. فإذا فيها محرك بتحكم في السرعة. وزا ما انتم ملاحظين هاي البوستينج بامب اه شوي هذا الراس اللي هو هذا الراس اللي بتحكم بسرعة الماتور اللي هو المحرك. وهذا الراس اللي هو اللي بتحكم برضو في تدفق المي بحيث انه لو واحد فتح مثلا راس الدوش مشان يتحمم هاي الراس هذا بكون بعرف انه فتح راس الدوش صار في تدفق للمي بناءا هذا الراس بقوم بعطي امر للمضخة انه مضخة اشتغلي. زا ما انتم ملاحظين البوستر بامب هون جاية عبارة عن مضختين. مضخة بتشتغل والثاني بتكون طافية. بعدين اذا مثلا المرة البعد مثلا البعدها بتصير هاي المضخة اول واحدة تشتغل والثاني بتكون طافية. وزا ما انتم ملاحظين بتكون طبعا مجموعات جاية من المصنع بقاعدة جاية بهذا القاعدة جاية من المصنع. ومجموعات هذول المضخات من المصنع من شركة اللي بتورد المضخات واسلاك الكهرباء والعلب كلها مجمعة جاية من الشركة نفسها. وهون طبعا بكون اراكب عليها لهو خط رئيسي مصنع من الستاني سستيل. وهون عنا خط رئيسي برضو مصنع من الستاني سستيل. وهون عنا ساعة الضغط. هاي ساعة الضغط اللي هي بتقيس. هاي الساعة لما تشوف انه هذا العقرب بلش يلعب. تبع الساعة بتعرف انه هاي المضخة انه قديش انه هاي المضخة شغالة وهيها بتضغط. فاذا وهاي طبعا عبارة عن لوحة التحكم. لوحة التحكم هاي وظيفتها انه مثلا انت بتصيل مثلا هاي المضخة تقدر الضخ لحد سبعة متر مكعب بالساعة. بس مثلا انت بدك اياها الضخ بس خمسة متر مكعب بالساعة. فهاي اللوحة التحكم تعطي امر للمضخة انه يا مضخة انت صحيح انه انت بتضخ سبعة متر مكعب بالساعة. بس انا بدي اياك الضخ بس اه مثلا خمسة متر مكعب بالساعة. فنفترض هالمضخة بتقدر تعطيني مثلا لحد خمسة بار ضغط. بس انت برضو هاي العلبة بتقول انت بلزمك بس ثلاثة بار. فبتعطي امر لهاي العلبة انه يا علبة بتبرمجها انه تعطيك اقصى ضغط اللي هو يكون مثلا ثلاثة بار. فاذا هاي عبارة عن علبة تحكم بالسرعة بتضفق. المضخة هاي كم متر مكعب بالساعة او كم لتر بالدقيقة. وبنفس الوقت بتعطيك تحكم بضغط المي اللي انت بالدكية. وطبعا زي ما تشايف بكون راكب عليها المحابس القل. هذا المحبس اللي هو محبس القل او محبس السكينة او محبس الكرة. اللي هو بالانجليزي اسمها بول فالف. اللي هو محبس البول فالف. يعني محبس القل. وهنا برضو محبس قل. نفس الشي بتلاحظ هذه برضو عبارة عن تنفيسة. من هون بكون في عليها تنفيسة. وهذا البرغي التحت هذا برضو كمان تنفيسة للمضخة مشان ما يتضمن ما يكون جواها هوى. ونفس الشي هنا في عندك الهون الخط الرئيسي الثاني. طبعا هذا الخط الافقي احنا بنسميه هدر. هد معناها رأس. هدر يعني بتقدر تحكي انه من رأس يعني زي رئيسي. اشي رئيسي بلمهن كليات على بعض. فهذا دائما بنسمي دائما اي مصورة زي هيك بتجمع اكثر من مضخة في بعض دائما بنسميها هدر. بالانجليزي بنسميها هدر اللي هو الخط الرئيسي. طبعا مضخة هاي عبارة عن سنترفيوغل بامب. سنترفيوغل يعني مضخة طرد مركزي. اذا هاي عبارة عن مضخة طرد مركزي. فبسموها سنترفيوغل بامب. دائما مضخات الطرد المركزي مختصة دائما بتضغط. دائما ضخات طرد المركزي بتعطيني ضغط عالي. وكمان كفائتها بتكون عالية كثير. فمن هون هذا المانيفولد التحت او الهدر التحت اني هو الهدر تبع السحب اللي بيسحب المي من السخنة من الخزنات والفقاني هاو اللي هو اللي هو الضخ. اللي هو خط الضخ اللي هو اللي بضخ المي على الشقق. فاذا هذا السحب وهذا الخاط الدافع. السحب والفقاني الدافع. طبعا مضخة السنترفيوغل بامب بتكون يا بتكون عبارة عن مرحلة وحدة او بتكون متعددة المراحل. مرحلة وحدة يعني بكون فيها فراشة تدوير وحدة. اما متكون متعددة المراحل بكون فيها عدة فراشات للتدوير. اللي هي الفراشة التدوير اللي هي الفراشة اللي بتكون جوها المضخة اللي بتضغط المي. فلما مشان في مضخات بكون جوها اكثر من فراشة تدوير بناء على اختيار المضخة. فاذا هذه لما تكون فراشة وحدة تدوير بالانجليزي بسموها سينجل سنترفيوغل بامب. سنترفيوغل يعني مضخة طرد مركزي. سنترفيوغل بامب معناها مضخة طرد مركزي. سينجل معناها احادي. يعني جواها بس فراشة وحدة. بينما لما تكون عدة فراشات بسموها ملتي ستيج ملتي ستيج سنترفيوغل بامب. ملتي معناها متعدد. ستيج معناها مراحل. معناته متعدد المراحل مضخة طرد مركزي. متعددة المراحل. وهذا النوع من المضخة هو بكون متعدد المراحل. فعشان هيك طلع هذا اللي بكون ستانلس ستيل البلمع الفضي. هذولا اللي هن المراحل تبعات المضخة. فمثلا زي هذه المضخة بكون فيها اربع فراشات. لانه هاي اول مرحلة. هاي ثاني مرحلة. ثالث مرحلة. وهي رابع مرحلة. فالمية بتنسحب من هان. اول الفراشة بتقوم بتضغط المية. بعدين المية المضغوطة بتروح على الفراشة الثانية. بتزيد الضغط. بتروح على الفراشة الثالثة. بتزيد الضغط. بتروح على الفراشة الرابعة. بتزيد الضغط. والمية المضغوطة تطلع من هون لفوق. باتجاه اللي هو المحبس هذا الفقاني. بعدين من المصورة هاي الفوغانية بتصير التضغط على الشقق فعشان هيك شو بسموها هاي Multi Stage Centrifugal Bump طيب خلينا نشوف هون شو مكتوب أشياء مهمة أنا بدأ قراءها على السريع لأنه بالإنجليزي إذا في شي مهم برضو بحكي لكم عنه فإذا هون شو اسمها هاي المضخة هون اللي أنا معلم عليه من هذا اللي علمت عليه اللي هي Multi Stage Centrifugal Bump اللي هي مضخة طرد مركزي متعددة المراحل طبعا هون بقول لك Equipped with two electronic control switch gear for speed control يعني مركب عليها اللي هو يعني اثنين اجهزة تحكم خاصة في تحديد السرعة اللي هو قصده هذا الجهاز وهذا الجهاز طبعا هون بصير يشرح لك عنها انها اوتوماتيك ومش اوتوماتيك وكيف انها بتشتغل واشياء زي هيك هسا هون بالنسبة هذا نحكي عنه بعدين في المضخة اللي بعدها وطبعا هون في شوية خصائص انا اللي بهمني من الحكي هذا كله ياتو اللي هو هون تحت فهون تحت بعطيك شو معلومات المضخة هاي فنتفرج اول شي على المعلومات الاساسية اللي انا بتلزمنا اللي هي عندك هون Volume Flow Flow معناها تضفق Volume معناها حجم يعني قديش بعطيني حجم التضفق تبعه اللي هو التضفق تبعنا هون اللي هو سبعة متر مكعب الساعة Delivery Head اللي هو ضغط المضخة اللي هو عبارة عن ثلاثين متر ثلاثين متر يعني ثلاثة بار ننزل لتحت شوي هون بعطيك طبعا الأشياء الكهربائية اذا بتذكروا قلت تلكوا قصة الحصان وما الحصان الحصان له علاقة بالكهرباء ولا له علاقة في قدرة المضخة يعني والله مثلا والله هاي بتضغ 5 متر مكعب أو 20 ألف متر مكعب دائما المضخة بنختارها على إيش أكمن متر مكعب بالضخ وأكمن والضغط طبعها هاي شغلة الحصان نص حصان وثلاثة ربع حصان هاي شغلة اللي هو الكهربجي لمشان يشبك سلاك الكهرباء ويختار السلك كيف يكون قطر هذا السلك إنه سلك رفيع وإلا سلك وسط وإلا سلك خميل كثير فهاي شغلة كهرباء اللي هي الحصانات فهون بالنسبة للكهرباء تبعتها للمضخة اللي هو عندك بالنسبة للشبك اللي هو هون عندك واحد يعني واحد فاز يعني 230 فولت الفولتية تبعتها و50 HS يعني 50 هيرتز لأنه كهرباء تضف عنا إحنا في الضفة كهربتنا بتكون 230 فولت على 50 هيرتز في دول ثاني مثلا بتجوز تكون 220 فولت على 60 هيرتز فدائما واحد بشتري مضخة من البلد نفسها عساس إنه تكون المضخة مناسبة لكهرباء البلد نفسها فهنا شغلات طبعا هذا بالنسبة للاكمل أمبير هاي المضخة 9.2 بالعشرة أمبير هاي شغلات العلاقة بالكهربجي هنا بالنسبة للآي بي 54 اللي هو قد إنها بتتحمل مثلا بتتحمل هالمضخة هاي بيقدر أركبها برا على السطح فهنا بيقول لك إنه هاي المضخة اللي هي الحماية من المية إنه طبعا في مستويات للحماية على إشي اللي هو الآي بي 68 إنها تكون ضد المية فآي بي 54 إنه هاي المضخة بتكون ضد المية وبنقدر نركبها على السطح ولو ما اضطرت عليها الدنيا ما في مشكلة هسا اللي بهمني في المضخة إذن هو هاب الفيتنج دايمينشن فيتنج دايمينشن يعني هي أبعاد الوصلات بهمني إنه إنت المضخة مثلا قبل ما توصل المضخة وقبل ما تشتريها أنت بتكون عارف قديش أقطار المواسير تابعة المضخة فهو أنا بيقول لك إنه البايب كونيكشن ساكشن سايد ساكشن سايد هذا اللي أنا معلم عليه لما تشوف كلمة زي هك ساكشن سايد معناها اللي هو جهة السحب ساكشن معناها سحب سايد معناها جهة يعني ساكشن سايد جهة السحب وبراشر سايد اللي هو جهة الضغط لأنه براشر معناها ضغط سايد معناها جهة إذن جهة الضغط قديش قطرها وجهة السحب قديش قطرها فهون بيقول لك إنه هذي قطرها 2 إنش وجهة السحب 2 إنش قطره وبالنسبة للمنطقة الدافع برضو 2 إنش قطرها فإذن هذا بالنسبة للكتالوج شو ببنه بستفيد طبعا هاي رسمات إحنا ما ندخل فيها هاي شغل المهندسين أنا اللي بهمني الرسمة هاي الكبيرة نروحها لها المكبرة شوي بتلاقي هاي أبعاد المضخة طبعا هاي المضخة بتكون اللي هو مقطع جانبي هذا اللي أنا بلف عليه بالسهم اللي هو المقطع الجانبي وهذا عبارة عن مقطع أمامي لا المضخة فإذن هاي هي المصورة الرئيسية وهاي المصورة الرئيسية الثانية الفوق وهانا مقطع جانبي بفرجيك هاي المصورة الرئيسية من هون الجنب وهاي المصورة كيف بكون شكلها من الجنب وهاي علبة التحكم نفسها هاي علبة التحكم وهاي الماتور تبع المضخة وهاي مراحل المضخة هاي فهانا أنا بهمني الهوة ايش بالنسبة للرسمة هاي القاعدة تبعت المضخة شو أبعادها فمثلا هاي القاعدة تبعت المضخة بتلاقي أنه عرضها مكتوب 250 250 يعني 250 ملي متر كل 10 ملي متر يساوي 1 سانتي يعني 250 ملي متر يعني 25 سانتي عرض القاعدة هاي هانا ال الهوة طول المضخة دائما ال معناها لينكف معناها طول فإذا طول القاعدة هاي تبعت المضخة اللي هي قيمة ال من وين بدي دي جيب أنا قيمة ال بنزل لتحت شوي بتلاقي فيه جدوال زي هيك وهي قيمة ال هاي بتلاقي هاي حرف ال ال اللي هو 500 ملي متر يعني نصف متر يعني 500 ملي يعني 50 سانتي 50 سانتي يعني نصف متر فإذا هاي القاعدة أبعادها اللي هو عبارة عن 25 سانتي في 50 سانتي 25 سانتي من هون 50 سانتي اللي هي قيمة ال فهاي أبعاد القاعدة بناء على أبعاد القاعدة أنا بحدد قديش أبعاد قاعدة الباطون اللي أنا بدي أصبها مشان أركب المضخة عليها فإذا دائما أنا بزيد عن الأبعاد هاي بزيد 10 سانتي يمين و 10 سانتي شمال يعني 20 سانتي دائما بزيد عن أبعاد القاعدة فمثلا هذه 250 ملي يعني 25 سانتي معناته أنا بدي تحتها تكون في قاعدة باطون بعيدة عن الحفة هاي 10 سانتي عن اليمين وبعيدة عن الحفة هاي 10 سانتي على اليسار فإذا 10 سانتي يمين زائد 10 سانتي يسار يساوي 20 سانتي زائد 25 سانتي اللي هو بعد القاعدة بتصير كلها بعضها قديش 45 سانتي فإذا عرض القاعدة بدي يكون عندي 45 سانتي هسا اللي هي عبارة عن نص متر يعني 50 سانتي فبأخذ 10 سانتي على اليمين زيادة وبأخذ 10 سانتي على اليسار زيادة وبصير عندي طول القاعدة تبت الباطون 70 سانتي فمعناته أنا بقول لا الشاب اللي بدي يسوي قاعدة الباطون تبت المضخة أنا بدي قاعدة أبعادها 45 سانتي في 70 سانتي مشان تقدر تركب المضخة عليها طبعا ليش أنا دائما بزيد 10 سانتي للقاعدة لأنه هون لما أنت تيجي تضرب اللي هو البرغي الجنبو أو اللي هو البرغي مشان تعلمنا درس البراغي أنه إحنا منظر من ثبت المضخة البراغي باطون فهذا البراغي لما أنت تيجي تضرب البرغي من هون وييجي يفلع هذا البرغي مشان يثبت المضخة بالقاعدة فلما يجي يفلع إذا كانت الباطون من هون فنفترض 5 سانتي وأجد ضربة برغي الباطون في القاعدة وأجه فتح البرغ القاعدة فيه احتمالية يفلع قاعدة الباطون لأنه بس عندي 5 سانتي بس باطون فلما أضرب البرغي هذا البرغي حيخرب قاعدة الباطون فما فيه قوة كافية من قاعدة الباطون لأنه تتحمل ضربة البرغي مشان ثبت المضخة فداما داما أقل المسافة تكون طبعا بالعادة 8 سانتي أو 7.5 سانتي بين ضربة البرغي لعند حفة قاعدة الباطون فداما نخذها قاعدة لازم تكون عندي 7.5 سانتي لعشرة سانتي اللي هي أقل مسافة بين ضربة البرغي اللي بتثبت المضخة لحفة قاعدة الباطون عشان لما تضرب البرغي قاعدة الباطون ما تخرب وما تفلع هسا خلينا نشوف شو المضخة اللي بعدها طبعا هنا بالنسبة لكاتالوج المضخات إذن المعلومات اللي بتهمنا لحد اللحظة لأقولكم بحكيها بعدين بالنسبة للمعلومات اللي بتهمنا خلننزل على المضخة التحتها اللي هي مضخة الهوت ووتر ريتيرن بامب أو هوت ووتر سيركوليتنج بامب اللي هي مضخة تدوير المية السخنة فهاي مضخة تدوير المية السخنة طبعا احنا بنركبها عشان دائما نحافظ انه المية السخنة بتظلها تلف في البيت تظلها تلف لما تلف المية في البيت بس المية السخنة بتصير تفتح الحنفية تنزل المية السخنة على طول فعشان هيك احنا بنركب هاي مضخة المية السخنة طبعا هنحكي عن نظام تسخين المية بشكل تفاصيل اكثر بالنسبة لنظام تسخين المية فبالنسبة لهاي المضخة متبلش نحكي شو يعني الهو الموديل فهذا الموديل هون بشرح لك شو يعني الموديل تبع المضخة هاي شو معناه فاذا بتلاحظه هون فهون بقول لك اللي هو تايب كي اللي هو شو معنى اللي هو مفتاح الرمز تبع هذا الموديل وهون عمل لك مثال يعني مثال بس مثال شو معنى ارقام هاي او التلاصم هاي تبعت الموديل فاول اشي عندك اول شي لهو الام اتش اي ال فهون بشرح لك شو معنى كلمة ام اتش اي ال فام اتش اي ال معناها اللي هو مالتي ستيج مالتي ستيج يعني متعددة المراحل هوريزنتل معناها افقي لانه بيجي المضخة نوعين فيه مضخات بتركب بشكل افقي وفيه مضخات بتركب بشكل عمودي فلما تشوف كلمة هوريزنتل معناها مضخة بتركب بشكل افقي لما تكون فيرتكال يعني مضخة بتركب بشكل عمودي وعندك اللي هو هاي براشر فمعنى اللي هو ضغط عالي فإذاً هاي عبارة عن مضخة متعددة المراحل تركب بشكل أفقي تعطيني ضغط عالي centrifugal bump معناها اللي هو مضخة طرد مركزي فهذه شو معنى كلمة MHIL طيب هسا بعدين أجا في عندك اللي هو رقم 302 شو معنى 302 فأول إشي هون أخذ ما أره رقم 3 فهون طلع في عندك اللي هو رقم 3 بقول لك رقم 3 اللي هي بعطيك الهوة لفلوريت يعني الهوة معدل التضفق بالمتر مكعب بالساعة فلما شفنا كلمة 3 معناته هذا بعطيني 3 متر مكعب بالساعة لو بدل كلمة 3 محطوط رقم 5 معناته هالما ضغط تعطيني 5 متر مكعب بالساعة لو مثلا مكتوب 7 معناته هاي بتعطيني 7 متر مكعب بالساعة فإذا هذا الرقم بحدد أكمل المتر مكعب بالساعة بتضغط هاي المضخة بعدين بيطلع عندك هون اللي هو الرقم البعده 0 2 هون حط لك 0 2 شو معناها اللي هو number of emplers emplers معناها اللي هي الفراشة اللي بتضغط المضخة يعني أكمن فراشة هاي بتضغط number معناها عدد of emplers يعني عدد الفراشات اللي هي عدد فراشات التدوير اللي بتضغط المضخة زي ما احنا قلنا فيه إشي بيكون فراشة واحدة وفي إشي بيكون أكثر من فراشة فلما تشوف أنت مكتوب 0 2 معناته هاي فيها فراشتين تضغط المي يعني فيها فراشتين تدوير بعدين بيجي عندك اللي هو حرف E بشرح لك شو معناه حرف E اللي هو الغازكت طيب هذا إشي علاقة بموالع التسريب وش الأشياء اللي زي هيك فأسيبك منها بعدين بيجي عندك اللي هو رقم ثلاث فهون بشرح لك رقم ثلاث شو معناه بقول لك رقم ثلاث إذا انت شفت مكتوب رقم ثلاث معناته هاي المضخة ثلاثة فاز يعني ما تشوف رقم ثلاث معناته ثري فيز كارينت يعني ثري فيز كلمة الفاز جاي من كلمة فيز بالانجليزي فاز بالانجليزي يعني فيز فثري معناه ثلاث فيز يعني ثلاثة فاز يعني هاي المضخة لازم تشبك على كهرباء ثلاثة فاز لو بدل رقم ثلاث كان محطوط رقم واحد معناته هذي واحد فاز هيك معناها طيب هسه نشوف البعده الرقم هون اربعمية شو يعني اربعمية فهون بقولك اربعمية الهو كونكشن فولتج ان فولت فولتج يعني قديش المضخة هاي شو الفولتية تبعتها لما انها ثلاثة فاز معناته ها المضخة قديش اربعمائة فولت لو انها واحد فاز ها المضخة قديش بتكون اه متين وثلاثين فولت كمان شوية بصير نشوفها اكثر من هيك فاذا هاي المضخة كم من فولتي بتكون اربعمية فولت خمسين اللي هي نفسها الخمسين الفوق هاي خمسين يعني اللي هو اللي قديش التردد تبع الكهرباء هاذ خاص بتبعين جماعة الكهرباء فهون بقولك هاي المضخة ترددها خمسين هيرتز يعني خمسين هيرتز فاذا هون بعدين بضيك رقم اثنين شو معنا رقم اثنين اللي هو number of poles هاي الشي اللي هو علاقة بالمتور تبع المضخة ونفس الشي اي اي ثري اللي هو اي اي ثري موتور يعني المتور برضو تبع المضخة فالها علاقة فيها فاذا هاذ عبارة عن ايش وهو الرقم التسلسلي للمضخة او الموديل تبع المضخة كل شي في حياتنا اللي هو موديل حتى مستوى انك تشتري تلفزيون سامسونج او تلفزيون الجي برضو التلفزيون بكون له موديل والارقام هاي برضو بكون لها معنى خلينا مثلا نروح نشوف انه مثلا لو انت بدك تشتري تلفزيون شو معنى الارقام اللي تكون على الموديل تبع التلفزيون فلما تكتشتري تلفزيون بكون التلفزيون هذا مثلا شركة سامسونج اللي هو سامسونج تي في سامسونج تي في اللي هو يعني تلفزيون سامسونج وبكون طبعا التلفزيون اذا بتروح تشتري تلفزيون بقول لك والله هذا التلفزيون اه احدث صرحة فهذا السنة هاي نزل طب انت كي بدك تكشفه للزلمة تبع المحل اذا بكذب عليك انه والله هذا التلفزيون مثلا هذا مسوى بالالفين وواحد وعشرين ولا هذا التلفزيون مثلا قديم مصنع من الالفين وسبعة عشر وهو عن طريق رقم الموديل البكون مكتوب على التلفزيون فمثلا هنا بيقول لك مثلا شو معنى الموديل اللي هو البكون مكتوب على التلفزيون فلما تلاقي تلفزيون مكتوب عليه مثلا يو اي خمس وخمسين تي يو ثمان تالاف وخمسمية وعشرة واشياء زيه شو معنى هاي الارقام فهون بصير يشرح لك انه بالله مثلا اول حرف اللي هو حرف اليو فهون بجيب لك مثلا اللي هو اليو من الموديل هذا شو يعني حرف اليو فهون حرف اليو بمعناته انه والله هذا التلفزيون لد لانه في عندك بكون تلفزيون فيه انواع اللي هو مثلا ايكيو لد او لد او بلازمة او لسي دي او دي البي او او ال اي دي فكل رمز بكون له معنى لما تشوف حرف اليو في الموديل معناته هذا التلفزيون لد لو بدل حرف اليو كان فيه حرف البي معناته بلازمة لو مكتوب بدل حرف اليو هذا اللي هو حرف ال ال معناته هذا التلفزيون ال سي دي طيب هسا بتلاقي بعد حرف اليو بيجي لهو حرف اليو شو معنى حرف اليو حرف اليو بيقول لك وين هذا التلفزيون مصنع او لوين التصنيع تبقى فاذا هذا التلفزيون نورث امريكا اللي هو امريكا الشمالية اي يعني يوروب اللي هو اوروبا واي معناها اشيا يعني اسيا فاذا لما تلاقي هنا حرف اليو اي يعني كلمة حرف اليو معناته والله هذا التلفزيون مصنع مثلا في اوروبا او مورد او مصدر مثلا لاوروبا هسا مثلا بتلاقي بعضيها بيجي رقم خمس وخمسين شو يعني رقم خمس وخمسين هو بقول لك خمس وخمسين من الموديل معلم لك شو يعني رقم خمس وخمسين 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 وخ يعني هذا التلفزيون 40 انش هلنا نشوف اللي بعده اللي هو حرف T T U شو معنى حرف T هذا T اللي هو بقولك أي سنة مصنع هذا التلفزيون فلما تشوف كلمة حرف T هون بقولك يعني لما تشوف حرف T معناته هذا التلفزيون مصنع بال2020 إذا شفت مثلا حرف Q معناته مصنع برضه بال2020 إذا شفت ضل طلع كل حرف Q أنا بتبلش شو اسمه فلما أقولك مثلا لقيت Q ونهايته مثلا Q وT معناته والله هذا التلفزيون مصنع بال2020 من هو من حرف T لما إذا لقيت آخر بدل T لقيت R معناته مصنع بال2019 بين بدل حرف T هذا لقيت بدل R معناته مصنع بال2019 طلع كل R آخر R هذا مصنع 2019 بقولك إذا لقيت هذا الرقم اللي هو Q900R معناته مصنع بال2018 إذا لقيته FN برضه 2018 الـ DN برضه معناه 2018 مثلا الـ CAM معناته 2017 فهذول الأرقام بقولك أي سنة تصنع هذا التلفزيون فلما يجي صاحب المحل يقولك والله هذا التلفزيون مصنع بال2020 وقمت أنت تطلعت شو معنى الموديل هاد فبحثت بالجوجل بتلاقي بجوب لك تفصيلي والله هذا حرف T معناته بال2020 بينما صاحب المحل انفرجك التلفزيون مثلا اللي هو آخره R ما تبتقول له لا يا حبيبي هذا آخره R الموديل يعني مصنع بال2019 إذا كان مكتوب على الموديل حرف T معناته مصنع بال2020 وهكذا بالنسبة للموديل فالسبوع بدك تشتري تلفزيون بدك تشتري غسالة أو بدك تشتري مضخة الموديل نمبر أو رقم الموديل له معنى مش جاي هاي الأرقام مش مكتوبة بشكل اعتباطي وإلها معنى طيب بالنسبة للمضخة السنترفيوغال هاي نفس الإشي هذولا عرفنا شو معانيهن فنفس الشي هون البهمنا طبعا البهمنا اللي هو رقم الموديل من خلال رقم الموديل هذو بعرف أنا المعلومات المناسبة فإذا هاي المضخة تبعتنا فهو مختار لي هذا الموديل معناته ثلاثة يعني ثلاثة متر مكعب مثلا هنا في عندك اللي هو صفر ثلاث المضخة تبعتنا منطلعها فوق شو معنى صفر ثلاث والله إنه صفر ثلاث هنا عندي صفر اثنين أنا المضخة الموديل المختار ليها صفر ثلاث معناته فيها ثلاث فراشات لما اشوف كلمة صفر ثلاث لما اشوف رقم ثلاث هون معناته هاي ثلاثة فاز الاربعمية يعني اربعمائة فولت الخمسين يعني خمسين هيرتز والاثنين هاذا اشي الو علاقة مثلا بالكهرباء بعدين بقوم انا بطلع بنزل لتحت بصير ادور شو اقطار المواسير تبعتي فمثلا هون اول شي بالنسبة للتطفق تبعي اللي هو تطفق المضاخ عبارة عن اثنين متر مكعب بالنسبة للهد اللي هو هذا المهم اللي هو عبارة عن خمسة وعشرين متر اللي هو الضغط تبعو بعدين بقوم بنزل لتحت بتطلع هون بالنسبة للشبك اللي هو فتنج دايمينشن بلاقي انه السكشن سايد جاي عندي واحد انش سكشن سايد يعني جهة السحب واحد انش والبراشر سايد اللي هو الجهة الضغط او الدافع برضو واحد انش انه بالنسبة لأقطار المواسير اللي هي هاي المضخة اللي نطلع لفوق نفجيكم اياها طبعا هوريزنتل يعني هاي ها بتركبها بشكل افقي معناته الفتحة هاي قطرها واحد انش والفتحة هاي قطرها واحد انش طيب هانينا نشوف القاعدة هاي تابعة المضخة شو ابعاد القاعدة بالنسبة للمضخة اللي اختارون لنا ياها الشباب جماعة المضخات فهون ننزل تحت هاي بالنسبة لأبعاد القاعدة فهون بالنسبة لأبعاد القاعدة هاي هون بقول لك انه والله هاي القاعدة 58 ملي متر يعني قديش تقريبا 6 سانتي بينما هون بالرسمة الثانية اللي هو الأفقية وقل لك هاي القاعدة عبارة عن 10 180 ملي متر يعني تقريبا 11 سانتي فإذا القاعدة تبت الباطون إذا صبها للمضخة بدي زيد على 10 كمان 10 سانتي يمين و10 سانتي يسار معناته هاي القاعدة بتصفي عرضها 30 سانتي وهاي القاعدة بدل 6 سانتي بدي صب تحت قاعدة باطون بدي زيد 10 يمين و10 يسار معناته بصير عندي تقريبا 26 سانتي فبقول لزالة من صب اللي قاعدة يكون عرضها 30 سانتي في 26 سانتي يعني لو قلنا 25 سانتي كويس برضو ما بتمشي حالها فبقول بدي قاعدة طولها في عرضها اللي هي 30 سانتي بـ 25 سانتي اللي هي القاعدة تابعة المضخة فإذا من كتالوج المضخات شو اللي بتطلع عليه بتطلع اللي هو أبعاد المضخة أبعاد المضخة نفسها انه هاي مثلا المضخة هاي طولها اللي هي 356 ملي متر يعني طولها تقريبا 36 سانتي بينما هون بعطيك اللي هو الارتفاع تابعها من تحت لفوق اللي هي 190 ملي متر 190 ملي متر 19 سانتي فإذا هاي المضخة بيجي طولها 36 سانتي في ارتفاع تقريبا 19 سانتي القاعدة اللي بدي أصبها اللي هي بتكون عبارة عن شو اسمي آه أنا غلطة طول مش لازم من الهل الداعش أطلع على الأبعد اللي هي 13-18 يعني 14 سانتي بزيد 10 و 10 يمين 10 شمال يعني بتكون عرض القاعدة 35 سانتي في 25 سانتي إذن بقول لازم صب القاعدة 35 في 25 اللي هو أبعاد المضخة القاعدة تابعة المضخة هاي المعلومات اللي بتهمني من الكتالوج زائد اللي بهمني من الكتالوج اللي هو قديش التضفق لفلو اللي هو أكمل متر مكعب بالساعة التضفق والهد اللي هو أكمل اللي هو ضغط المضخة أكمل متر فهاي المعلومات برضو مهمة والبهمني برضو من المعلومات اللي هو أقطار المواسير اللي بتركبين على المضخة فهون بقول لك السكشن سايد اللي هو واحد إنش والبراشر سايد واحد إنش وبرضو كمان من خلال موديل المضخة هاي بقدر أتعرف برضو على الخواص الثاني للمضخة إنه مثلا هاي مضخة كهربتها ثلاث فاز واربعمائة فولت بنزمها كهربا طبعا هاي مضخة تدوير برضو نوع ثاني من مضخات التدوير طبعا كيف بفرجيك شكل المضخة هاي كيف بكون شكلها هاي مضخة التدوير بيجي عليها راسين في مضخة واحدة بكمان شو بفرجيك صورة أوضح لأنواع مضخات التدوير فإذا هاي بالنسبة لمضخة التدوير نشوف شو الأشياء تبعتها هذه اللي هو الأشياء اللي بتهمني فالأشياء اللي بتهمني في مضخة التدوير هاي اللي هو منقعد نطلع من هون فإذا بالنسبة لها المضخة اللي هو التضفق تبعها اللي هو sund youtuber إثنين متر مكعب بالساعة طبعا هاتف ننشوف أنت مكعب بالساعة أو لتر بالدقيقة اللي هي لتر par minute اللي هي معناته تضفق لما تشوف حرف الام او بار يعني هذا الضغط يعني هاي ضغط 15 بار 15 متر يعني واحد ومص بار معلومة ثانية اللي بتهمني اللي هو الفتنج دايمنشن فهون بقول لك بالنسبة لهاي الكونيكشن تباحها اللي هو 40 ام ام دي اان يعني نومينال داياميتر اللي هو 40 ملي متر فاذا الشبك تباحها هاي بكون على 40 ملي متر 40 ملي متر يعني واحد ونص انش وهون بعطيك ايش برضو كمان اللي هي ابعاد المضخة هاي الفتحة تبعتنا بقول لك انها 40 ملي متر اللي هي الفتحة تبعت الشبك الموسير وهون بعطيك اللي هي ابعاد المضخة تبعتنا بقول لك انه هاي ارتفع مثلا 25 سانتي وبعطيك هون برضو البعد من هون لهون انه ولاي 31 سانتي وبن الطرف الثاني 65 يعني خلال 6.5 سانتي زائد 31 يعني تقريبا 68 سانتي 38 سانتي فبالنسبة لهاي لايش لابعاد المضخة في عندي هاي مضخة لترانسفير بامب اللي هون مسامينها ليفتنك بامب اللي هي بتضخ الماي من البير لا الخزانات من فوق فاذا بنطلع بالنسبة للمضخة هاي فاذا المعلومات اللي بتهمني انه عندك 0.6 يعني فيها 6 فراشات تدوير لانه 5 يعني 5 متر مكعب 5 متر مكعب بالساعة بالضخ 0.6 يعني فيها 6 فراشات للتدوير ثلاثة يعني ثلاثة فاذ 400 يعني 40 فولت 50 يعني 50 هيرتز 2 و IE3 هاي شغل كهربة وما كهربة فنتنزل لتحت بالنسبة للفيتنكس تبعدتها هون فهون بقول لك بالنسبة لهاي المضخة بالنسبة للسكشن سايد اللي هو السحب جاي عندي 1.4 انش بالنسبة للبراشر سايد اللي هو الدفع 1 انش فوتلاحظ هانا اختلفوا انه السحب جاي عندي 1.4 انش بينما الدافع جاي عندي 1 انش هاي بالنسبة للترانسفير بمب اللي بتنقل المي من الخزنات من البير للخزنات اللي فوق وهاي من هون تاخذ ابعاد المضخة فابعاد المضخة اللي هي بتكون 138 يعني تقريبا 14 سانتي بتزيد عليها 20 سانتي فبتصير قاعدة الباطون 14 زايد 20 يعني 24 تقريبا 25 سانتي عرض القاعدة وبقول لك بالنسبة لهاي القاعدة الصغيرة هاي 58 سانتي بتزيد عليهم 20 سانتي فبتصير ايش عندك القاعدة 26 سانتي تقريبا 25 سانتي بتصب قاعدة باطون وهون بقول لك انه هالمضخة طولها 521 يعني طولها 51 سانتي وارتفاحها 240 يعني 240 ملي متر يعني 24 سانتي ارتفاع المضخة بالنسبة للأبعاد اللي هي الموجودة هون لترانسفير بمب اللي هي مضخة الناقلة المهم خلينا نتفرج انه المضخة لما توصل لعندك شو بكون ملزق عليها طبعا كل مضخة بكون ملزق عليها زي هذا اللزقة هاي هاي بسموها ستيكر يعني لزقة فبتكون هاي اللزقة عليها اللي هي معلومات المضخة تبعتنا فهاي المضخة تبعتنا بكون حط لك اللي هو الكيو ماكس اللي هو اعلى معدل للتضفق بالعادة المضخة ما بتشتغل اللي هي ما يقول لكم اعلى معدل للتضفق قديش ثمانية متر مكعب بالساعة بس لما يكون كاتب لك هذا كيو ماكس يعني اعلى معدل تضفق فانت بدك مثلا اللي هو تقريبا تاخذ الرقم بالنص اعلى شوي فلما تشوف هنا مثلا ثمانية متر مكعب بالساعة يعني بتعرف انه هاي المضخة بالراح وهي مرتاحة بتضخ ستة متر مكعب بالساعة وهي مرتاحة ستة ونص متر مكعب سبعة متر مكعب وهي مرتاحة اتش ماكس اللي هو الضغط اقصى حد للضغط اللي هو عبارة عن خمسة وخمسين متر اقصى حد للضغط يعني هاي مضخة لو ركبتها على عمارة ارتفاعها اربعين متر ممتازة لذا كانت خمسة واربعين متر ها جوز تمشي خمسين متر ارتفاع العمارة معناته بصفي الوضع مشكوك فيه لانه فيه احتكاك بين مواسير المي وبين المي وبين المواسير ففيه احتمالية ما توصل لا اعلى اشي فمن خلال برضو الموديل صفر خمسة من هون نستنتج انه والله هاي مثلا فيها خمس مراوح او خمس خمس مراوح اللي هي بتضغط وفي عندك الهوة واحد يعني هاي المضخة واحد فاز واحد يعني واحد فاز 230 يعني بلزمها كهرباء 230 فولت على الخمسين هيرتز طبعا كمان شوف طلع فش فيها مش مكتوب اش حصان هانا بقول لك شكله التردد تبحها هاض هون الفولتي 230 فولت وهاي المضخة بدها 27 بالعشرة امبير حرف الاي يعني امبير 27 بالعشرة امبير وهونا واحد يعني واحد فاز وخمسين يعني خمسين هيرتز البي اللي هي الباور يعني القدرة تبعة المضخة بالكيلو وات بكون حطرلك بالكيلو وات كديش قدرة المضخة هاي واشياء زيق بتلاحظ فيش اشي مكتوب هون بالحصان لانه المضخة ما بتنقاس بالحصان المضخة بتنقاس بالكيو اللي هو التضفق وبالاتش اللي هو الضغط تبع هاي المضخة فاذا هذي اول صورة نروح نشوف مثل مضخة ثانية فهاي الصورة على المضخة الثانية فهالمضخة اقصحت بالضخة اللي هي ثمانية متر مكعب بالساعة اقصحت بالنسبة الارتفاع اللي هو ست وخمسين متر وشرحنا هذا الحكي يعني ما تشوف انه اقصحت ثمانية متر مكعب معناته هالمضخة بتتوقع انها الضخ وهي مرتاحة بتصير الضخ ستة متر مكعب بالساعة بتكون مرتاحة اي بي اربعة وخمسين يعني ضد المطر ار بي اربعة وخمسين ضد المطر نشوف هاي المضخة مكتوب عليها اي بي اول وحدة اه هذي اي بي اكس فور اكس فور يعني هذي سوبر يعني هاي تتحمل مش بس مطر تتحمل فيضان فاذا هذي اي بي اربعة وخمسين منقدر تتحمل مطر فاذا بتلاحظ هون ثلاثة من هون صفر خمسة يعني هاي المضخة عبارة عن مضخة سنترفيوغال يعني مضخة طرد مركزي فيها خمس شفرات تدوير او خمس مراوح اه بتضغط المي يعني هاي خمس مراحل ضغط المي بمرك في خمس مراحل لانه بكون فيها خمس مراوح او خمس شفرات بضغط بكون جواها اه اي هاي اي شي ثاني ما علاقة بالعزل وما العزل اه تبع المضخة ثلاثة يعني ثلاثة فاز اربعمية يعني اربعمائة فولت اه على خمسين امبير يعني هالمضخة بدها سلك ثلاثة فاز يعطيني اربعمائة فولت طبعا لما تشوف هنا دلتا متين وثلاثين وواي اربعمائة هذا اشي شغل كهرباء شبك كهرباء اللي هو يسموه دلتا وواي هذا نوع من انواع شبك الكهرباء الكهربجي بفهم فيهن فهنا المضخة هي بتقولك اكمن امبير هاي المضخة اللي هو بين اربعة وثمانية بالعشرة امبير لاثنين وثمانية بالعشرة امبير واشياء زي هيك شوف شوفي اشياء معلومات ثانية على خمسين هيرتز ثلاثة يعني ثلاثة فاز واشياء زي هيك وهاي بالنسبة لقدرة المضخة بالكيلو وات بكون معطي قداش قدرتها بالكيلو وات طبعا هاي المضخة بقولك انها والله ميد ان فرنس يعني مصنعة في فرنسا وهنا جيرماني يعني تكنولوجيا المانية او شركة المانية نشوف المضخة هاي البعدها نفس الشي هاي مضخة ثانية بالضخ ثمانية متر مكعب بس اقصحت للضغط ثمانية وستين هاي المضخة القبلها اذا بتلاحظوا ثمانية متر مكعب بس اعلى ضغط ستة وخمسين يعني هاي طلع نفس المتر مكعب بس شو اختلف عندي اللي هو قيمة الضغط للمضخة الثانية هاي ستة وخمسين الصورة هاي اللي هي ثمانية وستين متر نفس الاشي هاي ست مراحل هاي المضخة ونشوف القبلها هاي خمس مراحل ضغط بينما هاي المضخة الثانية اللي هي ست مراحل ضغط ثلاثة يعني ثلاثة فاز اربعمية يعني اربعمية فولت على الخمسين امبير اف آر يعني فرنسا يعني مصنعة في فرنسا اف آر يعني مصنعة في فرنسا واشياء زي هيك هاي اخر صورة اللي هي مضخة تدوير نوع ثاني غير اللي بتعرفوه زي ما تملاحظ مضخة التدوير بكون عليها محركين بس ايش محركين مجموعات مع بعض في جسم واحد جسم مضخة واحد وفيه له مخرج رئيسي بالنسبة لهذا الجسم وهونا هذا الجسم الرئيسي هو البضوخ المي تبعتنا وهذولا هن عبارة عن محركين مخلوطات في جسم واحد فهذه احدث مضخة من مضخات التدوير للمي السخنة بتيجي عندي بالشكل العاض وهي لوحة التحكم اللي بتتحكم في تضفق المي وبتتحكم في الضغط تبع المي اللي بيكون موجود داخل الشبكة طبعا الشغلة اخيرة اغلب المضخات اللي بتيجي بلوحات تحكم زيك بكون فيها رداد منها وفيها فما فيش داعي انك انت تيجي تشتري رداد وتركبه على الخط اللي تبع المضخة اللي هو خط الدافع ما في داعي تشتري رداد لانه ردادها منها وفيها شايفين زي هذا اللي هي زي الفراشة اللي صغير اللي هو فيه النص زي تلاقي زي حديدة وفيه باب هون وباب هون هذا الرداد في المضخة هذا هو الرداد فاذا الرداد بيكون موجود بشكل تلقائي داخل هاي المضخة اللي هي مضخة التدوير فاذا داما المضخات التدوير الحديثة الرداد بيجي منها وفيها وما في داعي تركب رداد نفس الشي مضخات البوستر برضو ما في داعي تركب رداد يعني لو هون طلعنا فوق وشفنا مضخة البوستر هذه مضخة البوستر برضو الرداد بكون منها وفيها راكب عليها فما في داعي انك انت تيجي تركب رداد على مضخة البوستر او مضخة الدافع بس لو أجتك مضخة بالشكل هاض اللي هي لحالها زي هاي مثلا المضخة اللي هي مضخة الترانسفير زي هاي يكون مش راكب عليها الرداد لا راكب هون ولا راكب هون فإذا هذا مضطر أنه أنت تركب عليها رداد